قوة الغفران يقول الكتاب المقدس ليرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح حبائي يقول الكتاب المقدس أيضا من فضلة القلب يتكلم اللسان ولاحظ بولوس الرسول بقول ليرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح المرارة خطية شنيعة وفظيعة لأنها تقتل البراءة وتقتل الشخصية من الداخل وتدمر الكيان الداخلي فالمرارة هي عداء متمركز مما يسبب التسمم الإنسان بيتسمم في الإنسان الداخلي في الإنسان الباطن تعرفوا الكتاب يقول لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس كل الجسد فالمرارة هي خطية تنجس كل الجسد اللي بتسبب حقد وكرهية وغضب داخلي مدفون جدا في الإنسان الداخلي كبركان بيغلي من جوه ينتظر طبعا لحظة هذا الانفجار تعرف لما كتب الرسول قال أيضا أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساء عليهن والكلمة قساء اللي هي بيتكلم نفس الكلمة بتتكلم عن المرارة فالمرارة تقود إلى الغضب والغضب يقود إلى الهيجان ويقود أيضا إلى الانفجار المرارة تحزن روح الله القدوس كما أن خطيانة هي ضد الرب يسوع ابن الله الحي